السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعه اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين اللهم إنك طيبت الطيبين فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين برحمتك يا أرحم الراحمين أيكم قصة أيكم أو قصة اعمل لنفسك هذا هو عنوان قصة الليلة وهذه القصة أخرجها الإمام الكبير الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته أخرجها في صحيحه في كتاب الرقاق باب ما قدم من ماله فهو له من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كلنا ماله أحب إليه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر هذه هي قصة الليلة ومعها أعيش مع حضراتكم بإذن الله تعالى أسأل الله تعالى القبول وسرعة الوصول إنه خير مأمول يا أحباب قد ابتلينا بعموم الوباء والبلاء في أواننا هذا نسأل الله السلامة والعافية والنجاة ونسأل الله تعالى أن يختم لنا برضوانه وبالعتق من نيرانه وفي كل ساعة نسمع نعيا لحبيب وفي كل ساعة نعز في قريب أو صديق أو جار أو حبيب نفقد من الأحبة كثر ويفقد أحبابنا في كل ساعة أيضا كثر من أحبابهم ولنا في ذلك عبرة فأردت أن أقول لنفسي ولحضراتكم في هذه الليلة تعالوا نعمل لنفسنا تعالوا نقدم خيرا ينفعنا بين يدي الله تعالى فهذا الوباء ليس بعيدا على أي أحد مننا فمن الممكن أن أصاب كما أصيب الكثير من إخواننا أو أحبابنا أسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا ما حدش فينا بعيد عن هذا الوباء ولا بعيد عن هذا الفيروس ولا بعيد عن أن ينزل به المرض في أي لحظة من اللحظات وما فيش حد فينا يضمن لنفسه أن يتأخر موته سنين أنا ما اضمنش أن نعيش لحد لما خلص الحلقاتدي ما اضمنش أن نعيش لحد لما روح أنا لا أضمن لنفسي هذا أنا ما اضمنش أنه نعيش لحد لما اكمل جملة مفيدة أنا لا أضمن لنفسي هذا وكما تعلمون يا أحباب ليس منا أي أحد يضمن لنفسه أن يعيش دقيقة قدام فتعالوا نعتبر بموت أحبابنا وأقاربنا تعالوا نعتبر من إصابة الناس ومن آلامهم وأوجاعهم وتعالوا نواسي المكلومين والموجوعين نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا قد فقدت من أحبابي أخا عزيزا غاليا وصديقا حبيبا فقدت أخي في الله وأخي في العلم أخويا معالي الدكتور المصلحي فوزي القلشي وهو لمن لا يعرفه هو عضو بهيئة التدريس بقسم الحديث جامعة الأزهر فرع المنوفية وكان من الصالحين الطيبين أحسبه والله حسيبه ولا أزكيه على الله قد فقدته وأفتقده فقدته في الأونة الأخيرة أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وجاف الأرض عن جنبيه اللهم أبديله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وارفع في الجنة درجته وتقبل شفاعتنا فيه يا كريم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين اللهم بارك في والديه وصبر والديه اللهم أنزل في قلب والديه الرضا اللهم أنزل في قلب إخواته وأخواته وأولاده وامرآته برد الرضا صبرهم اللهم كن لهم يا كريم اللهم ارعى أولاده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألحقنا به على خير اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم أن نلقاك وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين دكتور مل صلحي فوزي يا أحباب لم يكن زميلا عاديا بالنسبة لي وإنما هو قريني في الدراسة يعني صديق تخته زميل مدرج تزاملنا وتنافسنا في طلب العلم وكان ملتزما من يوم أن عرفته ولا أعلم عنه إلا خيرا وما رأيت منه إلا خيرا وقد ابتلي كما ابتلي كثير من أحبابنا وأصابه ما أصابه وما تصابرا راضيا محتسبا أسأل الله تعالى أن يتغمده ببر لطفه ورحمته وأن يبارك في عقبه وأن يصبر أهله اللهم أمين يا رب العالمين فأنا موجوح فأنا جايلك بقى اللي لادي أكلمكم بلسان الموجوح اللي مستشعر فقد أخ عزيز غال عليه فأنا أشعر في هذه اللحظات بكل واحد منكم فقد والدا أو فقد أخا أو فقد صديقا أو فقد حبيبا أو فقد زوجته أو فقد أم فقد أي حد أريب منه من أريب أو من حبيبه أشعر بما في قلبك وأشعر بالغصة التي في حلقك والمرارة والضيق الذي في صدرك أسأل الله أن يفرج عن صدور المكلومين اللهم أمين يا رب العالمين اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين حين نبتلى بذهاب العلماء فهذه بلية كبيرة وحين نبتلى في ضياع رأس مال الأمة فأنا أعتبر أن رأس مال هذه الأمة دعاتها علماءها شيخها فحين نبتلى في فقد العلماء أو الشيوخ أو طلبة العلم فهذه إصابة شديدة تؤلم القلب وتحسره تختلف عن إصابتنا في أي أحد صحيح شبابنا غالي جدا علينا صحيح أحبابنا غالين جدا علينا وأي مسلم نزعى لفقده لكن لو كان داعية نزعى الأكتر لو كان شيخ نزعى الأكتر لو كان من العلماء ومن أهل العلم لأنه بيعلم الناس لأنه بيتعلم ويعلم لأنه بيدرس وبيدرس لأنه بيلقن الناس ويعرفهم بربهم فهذا مما يزعج القلوب أكثر مما يحزننا أكثر مما يفطر قلوبنا أكثر وأكثر وأكثر إن الأرض تحزن عليه لأنه كان يسجد عليها كان يركع عليها كان يتعبد عليها كان يسير للخير عليها إن المسجد يحزن عليه إن مصحفه يتألم على فقده إن جدران البيت تحزن على فراق الطيبين الصالحين لسنا نحن فقط يا أحباب لسنا نحن فقط يا أحباب كلحم ودم وقريبهم وأصحابهم وإخوانهم لما بيموت أحبابنا مش إحنا بس اللي بنزعل عليهم لا ده حتى الجمادات اللي كانوا بيتعاملوا معاها بيحزنوا عليهم الكتاب اللي كان بيفتحه بيزعل عليه الألم اللي كان بيمسكه بيحزن عليه المكتب اللي كان بيجلس عليه بيحزن عليه المحراب الذي كان يصلي فيه يحزن عليه ويفتقده المنبر الذي كان يعلوه ويبلغ دين الله من خلاله هذا المنبر يحزن عليه ويتأسف على فقده لأنه صالح أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عبادي الطيبين الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يلقننا درسا مهما فالحياة لا تساوي شيئا لو كانت لها قيمة لو كانت تساوي شيئا ما سقى ربنا منها كافرا شربة ماء ما ناول منها لكافر شربة ماء ولكن كما ترون الفجر يوسع عليهم والكفر يوسع عليهم فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وميزانك هو وزنك ميزانك هو مقامك رصيدك في الخير هو مقامك فما الذي بينك وبين الله وهل أعددت لخاتمتك أم لا كلنا عايشين دور اللي خايف على نفسه خايف على نفسه أنه يصاب من الفيروس دا وجيه له كورونا خايف على نفسه أنه ما يلاقيش سرير في عناية مركزة لو تصب الفيروس دا وحالته بقت شديدة خايف على نفسه أنه ما يقدرش يكلف على نفسه أو يعالج نفسه خايف على نفسه أنه لو تصب الفيروس دا أنه يا ترى حيرجع بيته تاني ولا مش حيرجع ومش حيشوف عياله تاني وكلنا قلق وخايف لكن لماذا تخاف يا أخي لماذا نخاف يا أختي لماذا نخاف يا أبي ويا أمي لماذا كل هذا الفزح هل نخاف لأننا نخاف على أنفسنا من إقبالنا على الله عز وجل هل نخاف لأن من من أخر توبته إلى أواني هذا هل نخاف لأننا نخاف من فراق الأحبة هل نخاف لأن لنا أهدافا في حياتنا لم نحقق أهدافنا هذه بعد لأن لنا مشاريع بيننا وبين ربنا نود أن نحقق هذه المشاريع الربانية قبل أن نموت حتى تكون في موازين حسناتنا أم لماذا نخاف هل نخاف من فكرة أن إحنا حنموت طب ما إحنا حنموت وما منا إلا ميت إحنا كلنا عبارة عن أموات ماشيين على الأرض ما منا إلا ميت بس إحنا مؤجلين مننا اللي يموت بعد ساعة مننا اللي يموت بعد يوم مننا اللي يموت بعد أسبوع مننا اللي يموت بعد سنة مننا اللي يموت بعد خمس سنين مننا اللي يموت بعد عشر سنين وهكذا وربك فعال لما يريد لكن كلنا ما منا إلا ميت قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان قال الله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إلا يفرق بينك ومن غيرك إنك تزحزح عن نار جهنم إنك تفوز بدخول الجنة إنك تفرق عن غيرك بالعمل الصالح الطيب المرضي الذي يرضى عنك به الله فتقبل على الله عز وجل وقد راضي عنك فينادى عليك وقت خروج الروح ويقال خرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح من الله وريحان ورب راض غير غضبان اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم ارضى عنا يا رب العالمين يا روح يا طيبة خرجي إلى روح من الله وريحان ورب راض غير غضبان لا يؤلمك ولا يضرك إنك لوحدك ولا معك حد إن حد حاسس بيك ولا محدش حاسس بيك إن حد بيتوجع معك أو حوالين منك ولا مفيش حد بيتوجع لك ولا داري بيك لا يؤلمك أن تموت منفردا وحيدا أو أن تموت وسط أهلك وإخوانك وأولادك وأحبابك لا يضرك لأنك قد ختم لك بخاتمة سعادة لأنك كنت طيبا ملتزما راضيا عن الله والله عنك راض وختم لك بخاتمة التوحيد اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك به وأمت عنا راض يا كريم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وانطقنا بها واختم لنا بها خالصة من قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين لكن اعترحنا عملنا لها أدمنا لها للحظة دي ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كلنا ماله أحب إليه يا رسول الله فلوسنا هي الأحب إلينا من فلوس الورثة من فلوس أرأيبنا من فلوس عيالنا فلوسنا هي الأحب إلينا يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام ملقنا درسا مهما للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ولعنة الله على من عداهم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما له ما قدم وإنما لوارثه ما أخر إنما لك ما قدمت يعني ما قدمته وأنفقته ووجهته في وجوه الخير وإنما لوارثه ما أخر يعني ما اللي احنا حوشناه ده وحيتوزع على الورثة وعلى عيالنا وعلى أهالينا هذا ما أخر ده مال الورثة أما مالك أنت ما ستنتفع به أنت اللي انت شلته وحطته في الرصيد اللي انت قدمته بين يدي الله تعالى ده اللي حيتحسب لك أنت تؤجر عليه وتأخذ عليه حسنات قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي رواية فيها زيادة أو مسجد بناء أو مصحف ورثه أو بيت لابن السبيل بناء شاهد أن هناك أعمال تستطيع أن تضعها في المئزان وتبقى في زان حسناتك وتؤجر عليها في حال حياتك وتبقى عداد حسنات جارية لك بعد وفاتك من هذه الأعمال يا أحباب ولادك إنك تستثمر في ولادك إنك تعمل منهم أحباب لله إنك تقدر تطلع منهم مشاريع ربانية إن ابنك يبقى عالم إن ابنك يبقى داعية إن ابنك توجه توجيها سليما سديدا ينفعك في حياتك وبعد وفاتك ويبقى كل ابنك أو بنتك في ميزان حسناتك إن ابنك يبقى عالم مخلص، مجتهد ينفع الأمة في أي مجال من المجالات مش المجال الشرعي وفقط لا، وإنما في أي مجال من المجالات إحنا محتاجين الطبيب المسلم اللي عنده ضمير إحنا محتاجين أستاذ الجامعة المسلم اللي عنده ضمير إحنا محتاجين عميد الكلية اللي عنده ضمير احنا محتاجين رئيس الجامعة المسلم المخلص اللي عنده ضمير احنا محتاجين الوزير اللي عنده ضمير احنا محتاجين رئيس الجمهورية المخلص اللي عنده ضمير احنا محتاجين المدرس المخلص اللي عنده ضمير محتاجين الصنايع الحرفي المخلص اللي عنده ضمير محتاجين المحاسب المخلص اللي عنده ضمير محتاجين الصيدلي الامين المخلص اللي عنده ضمير الذي يتقل لها عز وجل محتاجين في كل التخصصات محتاجين في كل المؤسسات لما انت تعرف تربي ولادك يبقى مشاريع ضمير حي نقي تقي يمشي على الارض يبقى ده في ميزان حسناتك يبقى انت كده نجحت في رسالتك عشت لهم او ميت عنهم يبقى ولادك والسنين اللي انت ربيتهم فيها والمصاريف اللي انت كلفتها عليهم كل ده يبقى في ميزان حسناتك اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وانا بدأت بالولد لان الولد غالي على قلبي وقلبك لما يبقى عندك ولد بيبقى الولد ده غالي جدا على قلبك جدا لو الولد ده مرض ولا تعب ولا انجرح بيبقى قلبك هو المجروح لو الولد ده مرض بيبقى قلبك هو الذي مرض لو الولد ده كلمت فيه وفقدته بيبقى قلبك هو الذي ضاع حاسس ان قلبك هو اللي انت فقده فالذة الكابة الكبد المام السيطي علي رحمة الله وبركاته كان عمل مخطوطة جميلة اوي رائعة رائقة اسمها فض الجلد في فقد الولد ده لان فقد الولد ده امر خطير جدا واجع شديد جدا اسأل الله عز وجل ان يعافيكم اجمعين وان يبارك في اولادكم واولادنا وان يحفظنا واياكم من كل مكروه وسوء اللهم امين يا رب العالمين ابنك ده غالي عليك بنتك ده غالية جدا عليك حتى منك حتى منك ماشي على الارض فانت بتستثمر في هذا الولد علشان تعمل منه حاجة نافعة عشت ينفعك ماتي يبقى كله في ميزان حسناتك ده ينفعك ان شاء الله ينفعك علما علمته لو علمت آية من كتاب الله الأيدي في ميزان حسناتك كلما قرأها لو حفظت الفاتحة في يوم وقرأ الفاتحة في اي وقت يبقى في ميزان حسناتك لو علمت الصلاة كلما صلى كان هذا في ميزان حسناتك لو علمت ذكر من الاذكار النبوية كلما تلا هذا الذكر أو حافظ عليه كان هذا في ميزان حسناتك لو علمته معروف فصنعه كان هذا في ميزان حسناتك فأي وقت من الأوات من علم آية من القرآن فله بها أجرها ما تليت أي ما تليت هذه الآية ففي ناس نصحة بيستثمروا في أولدهم ويعمل ابن دا مشروع مشروع يلقى به الله يبقى ابن دا في ميزان حسناته يلقى به الله بنت دي في ميزان حسناته يلقى بها الله لما هتموت حسناتك عن طريق ابنك أو بنتك لن تنقطع يبقى لازم نهتم بعيالنا حتى لا تنقطع حسنتنا لازم نستثمر في أولدنا ونربيهم ونحسن تربيتهم وهذا من واجب الوقت في أواننا هذا في أوان الوباء هذا في أوان البلاء في أوان المرض في أوان النوازل والمصائب نطلع مشاريع من بيوتنا للأمة المشاريع دي ابني وابنك بنتي وبنتك نطلع منه الناس يعرفوا ربنا ويتقوا الله عز وجل كما حاول أباؤنا وأمهاتنا أن يفعلوا معنا أبوه يا الله يرحمه عليه رحمته الله وبركاته كان بيستثمر فيه كان بيعملني على أني رأس ماله ما بيحوش في الصندوق ما بيحوش في الفيزا لا وإنما كان يقول أنا بيحوش فيك إنت أنا بيحوش في تربيتي ليك أنا بيستثمر فيك إنت إنت رأس مالي وأمي كذلك أسأل الله أن يشفيها ويعافيها من كل مكروه وسوء وأن يبارك في عمرها وفي عمر كل من بقي من أبائكم وأمهاتكم اللهم أمين يا رب العالمين اعمل كده مع ولادك أنا النهاردة بكلم عيالي الصغيرين وبقول لهم كده النهاردة بقول له يا ابني أنت غالي جدا علي يا ابني أنا من ربيك تربيه غالية يا ابني أنا مش مستخسر فيك حاجة يا ابني أنا مش هممني إن أنا حوش علشان أبقيي لك فلوس تبقى تحت إيدك لو أنا عيشت أو موت على قد ما أنا كل همي إن أعملك إنك أنت رأس مالي بين يدي الله إن كلك تبقى في ميزاني ومزان حسنات أبويا اللي كبرني وعلمني ورباني فأنا أنصح نفسي وإياكم بهذه النصيحة يا أحباب استثمر في ابنك استثمر في بنتك ليه ابنك ما يبقاش من حفظة القرآن ليه يعني هو حفظة القرآن أحسن من ابنك في إيه ليه بنتك ما تبقاش ختمة للقرآن هما البنات الحافظات الخاتمات لكتاب الله أحسن من بناتك في إيه أوعى من بنتك في إيه أشتر من بنتك في إيه بنتك ذكية وألمعية ما شاء الله لكن إن توجهتها عايزة تطلع مهندسة عايزة تطلع دكتورة عايزة تطلع مدرسة عايزة تطلع أستاذة في الجامعة عايزة تطلع كذا وهذا جميل ومطلوب ولا إشكال فيه لكن هو يعني ما ينفعش يبقى طبيب وحفظ القرآن ما ينفعش تبقى صيدلانية وختم القرآن ما ينفعش تبقى مهندسة ولا دكتورة ولا مدرسة وحفظ القرآن وعرف ربنا ومتعلمة دينها صح ومتربية فيتابوها ومها صح استثمروا في أولادكم يا أحباب فهذا مما لا ينقطع خيره إذا متنا وديكم شايفين صحابنا وأحبابنا بيموتوا وقد بدأت هذه الحلقة بواحد من أحبابي ومن أصدقائي ومن أقراني زميل تاختة مدرج واحد وسنة بسنة وقد استل منا استل من بيننا وفارقنا أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأرجو له أن يتقبله الله في الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين وكل من مات من أحبابكم وأقاربكم أسأل الله لهم ذلك أيضا يبقى واجب أن نحن نعمل لنفسنا فأذكر نفسي وإياكم بحديث ابن نبي إذا مات الإنسان إن قاطع ماله إلا من ثلاث صدقة جارية صدقة تدفع في وقت لما بتزيد حاجات الأسرة لما المستهلكات بتزيد أثمنها لما بتجي تشتري الحاجة لها غلية عليك لما تلاقي الدخل اللي دخلك أليل على مطالب بيتك وأسرتك وأبلادك ساعتها بيبقى الجنيه عزيز لكن اللي عارف إن الجنيه ده لما يتحط في باب من أبواب الخير مع إنه عزيز وغالي لكنه لما يتحط في باب من أبواب الخير سيكون في رصيده وهو الذي يبقى له يعني اللي انت هتاكله ده وتشربه وتلبسه وتهنى به وتتمتع به ده ده محسوب عليك خلاص مش محطوط في الرصيد لكن النهاردة اللي انت هتتصدق به حيبقى في رصيد حسناتك اللي انت هتطعمه لأولادك ولك فيها نية ده لك فيه أجر إن شاء الله قال النبيه حتى اللقم يضعوه فيه فيه امرأته له بذلك أجر الدرهم اللي انت بتصرفه ولا الجنيه اللي بتصرفه على عيالك ده ولك فيه نية صالحة نعم لك بذلك أجر لكن أما نصرف على شهواتنا ونزواتنا وعلى اللي نفسينا فيه وما نحرمش نفسينا بأي حاجة وإسه لا معايشين حياتنا كده اللي نجيبه من هنا نصرفه من هنا وبس وخلاص وعيشين حياتنا كده لكن لا مسجد بتتبرع عليه لا ناس مساكين بتتصدق عليهم لا ناس محتاجين بتحاول إنك إنت توسيم أو تساعدهم لا ناس فقراء حوالين منك بتحاول إنك إنت تساعدهم لا ناس موجوعين أو مرضى جنب منك بتحاول إنك إنت تقف جنبهم أو تساعدهم يبقى إحنا مش حاسين بالناس وما بنعملش في نفسنا مطلوب مننا بقى إن إحنا نحس بأوجاع اللي حوالين مننا جنب مننا الجار فقير ساعده جنب مننا الجارة فقيرة ساعدها ابتغاء وجه الله عز وجل قريبك ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ابن عمتك محتاج وإنت معاك وتقدر إنك إنت تساعده ساعده هذا الوقت هو الأوان أوان المعونة والمساعدة والإكرام ودينا علمنا الإكرام والسخاء بسخاوة نفس وإحمد الله عز وجل أن يدك عليا تعطي فاليد العليا خير من اليد السفلة وفي كل خير فإحمد الله عز وجلك أنت عندك وأنفق أنفق مما لله عندك أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا أنفق وهذا لن ينقص مما في خزينتك لن ينقص مما في رصيدك مش حينقص من اللي أنت بتحويشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة الصدقة اللي أنت بتتصدق بها دي لحد من قريبك حد من حبيبك حد من جيرانك حد من معرفك حد بعيد عنك حد محتاج لهذه الصدقة الصدقة دي مش حتنقص فلوسك بالعكس ده حتنمي مالك وحتبارك مالك أعن محتاجا حس بالناس حس بأوجاع الناس ساهم في آلام الناس أكفل يتيما ترفق بأرملة فقدت زوجها ولا تسعى على عيالها واسي محروم واسي يتيم واسي فقير ووسع عليه مما وسع الله تعالى عليك هذه المواساة تنفعك وتبقى في رصد حسناتك ويبقى هذا لك انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به علم علم يتعلمه وبيعلمه للناس قرآن حفظه وحفظه للناس درسه ويدرسه للناس تعلم تدبره ويعلم تدبره للناس تعلم أحكامه وعلم أحكامه للناس فقه عقيدة تفسير حديث دعوة مقرنة أديان أيب من أبواب العلم اتعلمه وعلمه للناس أيب من أبواب العلم حتى ولو لم يكن علما شرعيا وعلمه للناس وصلوا للناس وصلوا للطلبة وللناس فيكن هذا في ميزان حسناته ما بيتجرش بالعلم ما بيأكلش بالحرام على حس العلم وإنما همه أن يكون هذا العلم في ميزان حسناته يوم يلقى الله علم ينتفع به أو ولد أو ولد صالح يدعو له وأريد أن أقول ها هنا يا أحباب أن من دورنا تجاه علمائنا وأحبابنا وشيوخنا ودعاتنا وطلاب العلم الذين نعرفهم أن نحافظ على علمهم وأن يكون لهم عندنا أرشيف لعلم هؤلاء الأحباب الذين كنا نحبهم وكنا نحب سماعهم أو تعلمنا منهم حكما أو حرفا في يوم من الأيام أي شيخ أنت تعلمت منه في يوم من الأيام أي شيخ أنت بتحب تسمعه حاول تعمله أرشيف يا أخي أرشيف عندك على فلاشة والنهاردة الفلاشات النهاردة ما شاء الله بيت حجمها كبير جدا فيه النهاردة فلاشة جيجا فيه فلاشة 2 جيجا فيه فلاشة النهاردة تيرة عفوا تيرة يعني ألف جيجا فلاشة على فلاشة صغيرة كده تبقى في الجيب وتتناول تتناولها الأيدي فلاشة تيرة واثنين تيرة النهاردة تحدثت موجودة يعني تشيل آلاف الخطب آلاف المحاضرات آلاف شروح الكتب آلاف تشيل أرشيف عالم ضخم جهبب تشيل تاريخه والعلم كله فالنهاردة أي شيخ مش شرط يكون مشهور ولا بيطلع على الفضائيات ولا مسموع أي شيخ أنت تعلمت منه كان جارا لك في المسجد اللي جنب منك في الحي اللي انت فيه في القرية اللي انت فيها في العزبة اللي انت فيها في البلد اللي انت فيها في المدينة اللي انت ساكن فيها يبقى سواء كان قريب منك أو كان بعيد عنك الممي انت كنت تثق فيه وكنت تأخذ منه وكنت تتعلم منه وكنت بتحبه في الله لانه كان بيحببك في الله يا أخي عمله أرشيف عندك جمع له خطبه عندك الخطب اللي متسجله اللي انت تعرفها اللي انت سجلتها وحد من إخوانك كان مسجلهله جمعها عندك وتناولها لكن هذا في ميزان حسناتك وميزان حسنات هذا الشيخ أو هذا الداعية أو هذا العالم الرباني اللي انت تعلمت منه حكم أو حرف قربك من ربنا في يوم من الأيام وهذا من واجب العلماء والدعاة وطلبة العلم علينا كإخوة لهم أو علينا كطلبة عندهم أو تلاميذ بنسمع لهم أو أحباب بنحبهم فسألوان يبارك في شيوخنا وأساتذتنا وعلمائنا اللهم مبارك في علماء الأمة يا رب العالمين اللهم كثر علماء الأمة يا كريم اللهم علمنا ما جاهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الرحيمين هذا من حق العلم على أهل العلم على طلبة العلم شيخك جمع أرشيف الشيخ بتاعك جمع أرشيف حبيبك اعمل أرشيف على هارد عندك اشتري هارد بألف ولا بألف ونص ابتقاء واجه الله وجمع عليه أرشيف شيخك اللي انت تعلمت منه من غير مش شرط ان انا أقوله مش شرط ان انا أعرفه وإنما انا أفعل هذا حبا في الله لا فضلا بقى انه انه يكون مات وما كانش ليه أرشيف وما كانش مهتم بالكلام ده ويعني كان كان يعطي من هذا العلم كان ينفق من هذا العلم كان يؤدي هذا العلم الذي يتحمله ولا ينتظر لا عايز لمنظرة ولا عايز فخر ولا مستني حد يسجله ولا حد يجمع له ولا أي حاجة تبقى تسجيلات وعملة زي التسريبات كده عايزين نجمع بقى الأرشيف ده لهذا الحبيب جمع له دروسه نجمع له خطبه نجمع له محاضراته نجمع له كل تاريخه العلمي والدعوي ونتناقله ويبقى ده في ميزان حسناته لكل من يسمعه ولكل من يستفيد منه أو علم ينتفع به وأيضا أنا أناشد إخواني وأحبابي من شيوخي وأساتذتي وأصحابي الدعاء والعلماء اللي في نفس طبقتي من الدعاء الشباب أو شيوخي اللي على راسي من فوق حزاءهم على راسي من فوق لازم يكون ليكوا أرشيف اعمل أرشيف لنفسك ليك حلقات فضائية يبقى ليك أرشيف حلقات فضائية عندك يتناقل بعد لو أنت في حياتك وبعد وفاتك أيضا ليك دروس يبقى دروسك دي تتسجل ويبقى فيه أرشيف معمول عندك أولادك ينقلوه تلاميذك ينقلوه حل حياتك وبعد وفاتك أيضا فيه يكون دا تاريخ حاضر وليس تاريخ منسي يبقى تاريخك مذكور ويكون هذا في ميزان حسناتك ينبغي أن نهتم بهذا أنا شخصيا أرشف لنفسي بجمع أرشيفي بنفسي عندي شغلي على نفسي كل محاضراتي كل خطبي من سنين طويلة أجمع دروسي أجمع خطبي أجمع محاضراتي أجمع حلقاتي أعتبر أن هذا ميراثي أعتبر أن هذا من رأس المال الذي أتركه لولدي أمانة بين يديه أولادي عارفين الكلام ده وزوجتي عارفة الكلام ده أم منهم عارفين مكان أرشيفي فين يوصلوله إزاي ينقلوه إزاي ينتفعوا به إزاي ينشروه إزاي وقد أوصيتهم بهذا عشان أنا لو مت في أي لحظة من اللحظات يبقى أرشيفي عندكم لا تضيعوه هو أمانة بين أيديكم كل كلمة نطقتها وهذا من حقنا على أحبابنا فأنا ما أفعله مع نفسي أنا أنصح به كل إخواني وكل شيوخي وكل أسدتي والله العظيم ساعات بيموت أسد من أسدتنا ما بنلاقي ليهم أرشيف بنحزن جدا وبنتعب جدا علشان نجيب عنهم أي حاجة يعني عملة كبير من العمالقة لا تجد إلا كتاباته التي كان يقرأها أقرب طلبة العلم له طب فين أرشيف الشيخ ده الشيخ ده كان بيخطب من 40-50 سنة ما فيش لي غير خطبتين ثلاثة على اليوتيوب معقول أين رصيد هذا الشيخ أو هذا العالم يا أحباب وأسدزة في جامعة الأزهر عندنا والله منهم من لما مات وبيخطب قاله 40-50 سنة راجل له تاريخ مات فوق السبعين ومش لقيين من أرشيفه حاجة هو كان مخلصا خالصا ومش في باله الكلام ده خالص وللأسف لم يكن هذا في بال من حوله نعود بقى ندور بقى ونتهافت على أقل القليل من تاريخه نذكره به جمعوا أرشيف علمائكم ويا علماء الأمة ويا سادة الأمة ويا شيخ الأمة ويا طلبة العلم جمعوا الأنفسكم جمع أرشيفك بنفسك ويكون هذا مما ينفعك حال حياتك وأيضا بعد وفاتك هذا رأس مال لا يقل أبدا عن الجنيه لا يقل عن الدولار لا يقل عن حرصنا على الدنيا حرصك على العلم الذي تعلمته وتحملته وتريد أن تؤديه للناس يا أخي احرص على أن يؤدى للناس حتى ولو مت أن الناس تسمعك حتى لو أنت مت يسمعوا خطبك ويسمعوا دروسك ويسمعوا شروح كتبك وينتفعوا بهذا العلم لعل رجلا يتوب بكلمة يرق قلبه بكلمة يصنع معروفا بكلمة يفعل حكما أو يتعلم حكما أو فائدة فيكن هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل أيكم مال وارفه أحب إليه من ماله قال الصحابة راضي الله عنهم وارضاهم كلنا ماله أحب إليه يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ماله ما قدمه وإن مال وارفه ما أخر يعني اللي أنت قدمته أنت بنفسك لنفسك ده يبقى في ميزان حسناتك هذا هو الذي تجده باق عند الله عز وجل واللي أنت حوشته وكنزته علشان خطرك أنت أو علشان خطر أولادك أو يعني كنت مفكر أنك أنت حتأمن به مستقبل الزوجة أو مستقبل الأولاد تركته خلفك هذا ستحاسب عليه وقد تركته لورثتك ينتفعون به لم تنتفع منه أنت بشيء إن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر لما ذبح رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته وفرق على الأحباب حوله جاءت أم عائشة رضي الله عنها وارضاها وقد تركت الكتف لأنها كانت تعلم أن النبي يحب أن يأكل من الكتف قال النبي ما بقي منها يا عائشة قالت أم عائشة رضي الله عنها وارضاها ولعنة الله على من عادها قالت ما بقي منها إلا كتفها يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها أي بقيت كلها في رصيد حسنتنا واللي مش هيتحسب هو اللي احنا هنأكله ده إلا كتيفها فاتت الحلقة اللي لادي مني بسرعة جدا والوقت انسحب بساط الوقت من بين إيدي بسرعة وما الحقيقة شأقول لك حاجة استناني السبت اللي جاي في نفسي هذا الموعد الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى انقدر الله البقاء واللقاء انعشنا لحد السبت اللي جاي إن شاء الله استناني هنكمل مع بعض هذه القصة نعيش من خلالها إزاي نعمل لنفسنا اعمل لنفسك أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال الصحابة كلنا ماله أحب إليه يا رسول الله فقال النبي إن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية وأسأل الله تعالى الهداية هذه بضاعة وإن كنت قليل البضاعة عرضتها عليكم واذي بنات بحثي زففتها إليكم زينتها لكم بأريج من الإخلاص والله عز وجل لا يعلم أسأل الله القبول وسرعة الوصول إنه خير مأمول الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا